اشتركوا في القناة وطبعا قلنا هذا الخلل يحدث بسبب انه عندنا مشكلة بالاسم طبعا نعالج هالشي من خلال الصفحة الرئيسية طبعا نضغط على هذا الزر ونجي الى حدث نضغط على هذا الخيار طبعا نحذف الاسم القديم الطويل ونختار اللي هي استمارة البيانات الاساسية نحفظ هالشي حفظ ونغلق اذا نجي هنا نكليك ايمن وفتح النموذج عندما نفتح هذه الصفحة بشكل مباشر راح تظهر عندنا النافذة طبعا عندما اذهب الى الصفحة الرئيسية او الفحص الطبي راح اصنع زر هذا الزر هنا الغرض من عنده هو يرجعني يرجعني الى الصفحة الرئيسية طيب راح اجي اغلق هذه النافذة واجي الى الفحص الطبي طبعا راح اغير الى عرض التصميم ورح اضيف زر هذا الزر الغرض من عنده هو يرجعني للصفحة الرئيسية او يفتح لي النموذج الخاص بالصفحة الرئيسية فاختار عمليات النماذج وفتح نموذج التالي ورح اختار الصفحة الرئيسية وهنا راح اكتب اسم الزر اللي هو الرئيسية وطبعا راح اضغط على انهاء اذا اجي هنا احفظ حفظ ورح اخرج اغلاق الكل راح افتح الفورم الخاص بالرئيسية راح اذهب الى الفحص الطبي ورح ارجع الى الرئيسية اذا الاحظ انه هنا اعدي عملية تبديل للنافذة وليس رجوع يعني هذه النافذة موجودة مثل ما تلاحظون وهنا فقط انه فقط انه بدللي النوافذ طيب انا اريد اصر عملية رجوع يعني من اضغط هنا على هذا الزر يسد لي هذه النافذة ويفتح لي الرئيسية بشكل مباشر جيد راح افتح الفحص الطبي بطريقة عرض التصميم ورح اجي الى هذا الزر واجي الى حدث او event واضغط على هذه النقاط الثلاثة اذا الاحظ انه عدي حدث هذا الحدث هو عندما اضغط على هذا الزر الرئيسية راح يفتح لي النموذج الخاص بالصفحة الرئيسية طيب انا شوني اريد اريد يفتح لي نموذج الصفحة الرئيسية وفي نفس الوقت يغلق لي الصفحة الخاصة بالفحص الطبي ورح اضيف event جديد هنا من اضافة حدث او add event راح اضغط بهذه راح اضغط على هذا السهم ورح اختار close window اي اغلاق النافذة طيب انه معناها انه راح يضيف لي close window طيب شوني راح يصير راح يصير انه راح يفتح لي الصفحة الرئيسية ويسوي لي close window يعني شوني معناها معناها يفتح لي النموذج الخاص بالصفحة الرئيسية ويغلق ليه بنفس الوقت طبعا هذا الشي مصحيح انا شوني اريد اريد يغلق لي النافذة الحالية ومن ثم يفتح لي الصفحة الرئيسية فراح اصعد هذا الايفنت الى الاعلى حتى يصير بشكل صحيح الان راح يغلق لي النافذة ويفتح لي الصفحة الرئيسية طبعا هذه الخطوة جدا مهمة اضغط هنا احفظ click amen ومن ثم حفظ click amen ثم اغلاق راح اجرب العملية طبعا راح احفظها راح اغلق راح اجي الى الصفحة الرئيسية افتحها بشكل مباشر وراح اضغط على الفحص الطبي ومن ثم اذهب الى الرئيسية الاحظ انه راح يفتح لي الرئيسية ويغلق لي الفحص الطبي بنفس الطريقة لابد انه اعمل هنا زر خاص بالرئيسية لمعلومات الطالب الاساسية طبعا بنفس الفكرة ما راح نطول بالشرح طبعا الان راح افتحها الصفحة الرئيسية هذه وراح افتحها طبعا بطريقة عرض النموذج بهذه الطريقة الان راح انشئ زر هنانا هذا الزر الغرض من عنده هو يغلق لي البرنامج طيب شنو اللي اسوي طبعا اكليك ايمن عرض التصميم وراح اضيف هنانا الزر بهذه الطريقة وراح اختار تطبيق ومن ثم انهاء التطبيق التالي راح اسميه هنانا اغلاق البرنامج طبعا اجي الى التالي ومن ثم انهاء جيد راح نحفظ وراح نعرض بهذه الطريقة طبعا طريقة عرض النموذج وراح اضغط على اغلاق البرنامج بهذه الطريقة راح الاحظ انه برنامج اكسز راح يتم اغلاقه من خلال هذا الزر طبعا مبدئيا قدرنا ننشئ جداول واستعلامات ونماذج وقدرنا نربط فيما بين النماذج وقدرنا نضيف زر خاص باغلاق البرنامج ان شاء الله المحاضرة القادمة راح تكون هي تصميمية بحتك كيف نضيف الازرار الصورية كيف نضيف background كيف نضيف الشعار وبالتالي ننهي العمليات الاساسية وننتقل الى التطبيق العملي نلتقيكم في محاضرة قادمة باذنه تعالى اشتركوا في القناة